اشتركوا في القناة ان شاء الله لابده ما ندروا شي برنامج ان شاء الله في يوتيوب ولكن على اليوتيوب لانا اليوتيوب كيشوفوا الناس بزاف والفيسبوك تاولا ولا الان تتشاف ولكن بالنسبة للتليفزيون باقي انتا نشوفه كي المشكل شخصي نقول لك انا وكي المشكل شخصي مع السيد عريش الله يهديه هو اللي واخد هاد الموقف فانا ما ما تضرنيش وانما كيضر الجمهور كتر ما كيضرني انا لان انا الجمهور الحمد لله متواصل معها بطرق اخرى واحنا ما نعاونيش على على التليفزيون باش نعيشو الحمد لله كين السيني ما كنا واخد موقف من سنين يعني من النهار جا انا عونتوا في الاول درت لي انا واخو يوم راتوا دو درت له با مليان دو ديغان يعني مئة مليون صور دابا الان كيعطوا في السيدكم مليار صور في المسلسل اللي يدرب مئة مليون الان بحال ما شيته بحاله قل منه قل منه مستوى جودة ديالو كي يدرب مليار شو الفرق اللي كي تسعميات مليون ديال الدرب يعني عونتوا في الاول في الاخر والله واخد مواقف ما فهمتاش هو تقولك بانو تسمعني انا تنعيرو لك نسبو مع قتلو انا جيب لي شي داليل على انني عيرتك او لا سبيتك ما كين شاي مجرد كلام وكلم تبع الحركة انتقادات وهذا دوري انا كفنان لاجم انتقد التليفزيون وانتقد السينيما وانتقد كذا كما انا انتقد حاولت الاتصال بي باش نوضحوا الامور نعرفوا اشنه كين اشنه ولكن للأسف هو رافض ما تيبغيش يتكلم مع التواحد هذا حقوا ربما القانون الداخلي ديال المؤسسات يقول لي ما تخضر مع التواحد دير اللي بغيتي فنهار يمسكين يحيد العريشي نهار يمكن حال كانوا وزراء مثلا في وزراء التقافة كانوا وزراء ما كيتواصلوش لا الحمد لله احنا عدنا وزير يتواصل عدنا وزير اللي هو شاب وولد الكار وولد الحرفاء واللي عارف واللي عنده مستشارين دارهم اللي هو لا ما كانش مساعده كي سيفطهم وهمات يتكلفو وعلى رأسهم السي بريطل اللي هو غزال يعني ممكن يعيط لك في الليل يعيط لك في اي وقص فهد النوع ديالناس هم اللي خاصين للمؤسسات ديالنا لو كانتنا ساعد ناصري ما بقاش في الدوم ما بقاش كي يعطيه ما بقاش كي عمل ما بقاش أنا متفقين ولكن مدام ما تقدم اعمال وهو ما بغيها شاي ما يمكنش نبزز عليه الله يهدي أنا عود نقول الله يهدي الله يسامح لي ما كان مشكين هالوزو ملأ ديالي ومتلا نبغي شاي الجود ما نقدرش نحكم لأنني أنا واحد منهم لأنني بقي كان نشتغل نهار ما نبقاش نشتغل مثلا في واحد الميدان ما نقدرش دبنا نسولك مثلا على العمل الصحفي ديال نقولك واش دوك المواقع واش مزيانين ولا ما مزيانين ما تقدرش تجاوب عليهم لأننا ديونتولوجي ديالكم انتم كصحفيين ما تقدرش تنتقد واحد صحفي أخوك اللي هو زميل ديالك كل واحد عنده رأيدي كي يبقى دائما الجمهور هو اللي له والمشاهدة والنسبة المشاهدة أنا تنقول بأنك من الأحسن هات السؤال توجهه الجمهور كثيرا ما توجهه الفنان علاش لا أحرج لا أحرج ولا وليست لي أنا دعما أنني الحكم أنني أنا احتمت بعد أن اخترت عطيها في لجن ديالتحكيم باش نحكم على بعض الممتلين أو لبعض ما تنقبلش لأنني ما زلت أشتغل كيفاش يمكن لي أنا واحد منهم ونحكم على اليوم كيف يقولون الفرنسيين يعني ما يمكنش لك تكون حكموا في نفس الوقت ما يمكنش يعني تتبقى دائما اللي أسميته الجودة والمساكة تبقى متعلقات الجمهور هو اللي تقول واشهده مزيان واشهده خيب ولكن أنا أشجع كل الزملاء ديالي اللي يشتغلوا في هذا سواء الشباب أو للناس القدام أو أنت يقول اليوم الله يكمل لكم يخلي أنك هنا تدوروا في أخرى بعد أن تتلقى واحد العمل في ممتلين كبير ولا أكبر ولكن ما ناجحش ما ما عطاش علاش لأن هناك ظروف أخرى إما ظروف مادية إما الإخراج ماشي هو دك إما النص ماشي هو دك إما الظروف العمل داست ماشي يالك فهي اللي تخلدك العمل ينجح أو لا يسقط وكل كوميدي هو الضحية لأنه هو اللي كيبان هو اللي فرانت أوفيس أجل العرض ديالي وغتشوفني كيفاش كنوصل الفكرة ديالي للمسؤولين أجل العرض إن شاء الله كينا طرق يعني كي نوكات كيف ما نقلق بيلا المجتمع المغربي اللي ألق ليشتغل لواتساب ديالهم نتبه لكيفاش كيوصلوا لمعاناة ديالهم عن طريق الواتساب عن طريق النوكات اللي تيديروا الحمد لله المجتمع المغربي ديالنا راقف في الجانب الفكاهي هذا تعبير تعبير طبعاة الحال ولكن احنا احنا ضد احتجاجات وهذا شي كينا طرق جميلة كيديروا هذا بالآن جمهور المغربي جميلة جدا هو التعبير عن طريق النوكات وعن طريق اسمته وهذا وبالامتسامة ممكن ممكن نوصله الخبار ديالنا يعني بدون بدون من دلوا لا احتجاجات ولا هذا فكينا طرق أجمل اللي لحت أنا اللي عن طريق هذا اسمته التواصل التواصل الاجتماعي كي النوكة جميلة جدا اللي كتخلي هذاك المسؤول يندر عني تقره هو من رأسه كي يحشم احسن من احسن من توقف قاعد دير احتجاج وحب زوجتي وابناتي 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 اتفاك الحب أنا أحب المغاربة وكلهم أنا النسبة لي عيد الحب عيد الحب لمغاربة وكلهم أنا أحب المغاربة وكلهم تالي ما تيبغينيش أنا أحب الحب برا ما كيش بحاله أنشروا الحب الحب برا ما شي غير أنك تحب حبيبة ديالك حبو أنك تحب الأخ ديالك أخوتك صحابك الجيرات ديالك نخصنا احنا محتاج إلا دي الحب وإنا حبولك يجمعنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة